موسيقى مساء النور قبل أسبوع في القاهرة أو في شرم الشيخ بمصر عقد اجتماع على مستوى وزراء دفاع دول الساحل والصحراء الاجتماع ضم أكثر من 27 دولة عربية وإفريقية وخمس دول أوروبية الجزائر غائب عن هذا الاجتماع على مستوى وزراء الدفاع طبعا الاجتماع ظاهريا أو ما قيل أنه خصص لدراسة التحديات الأمنية في المنطقة لمواجهة خطر الإرهاب المتعاظم في المنطقة لمواجهة الانتشار الكبير للأسلحة في المنطقة الجزائر وهي منهية في محاربة الإرهاب طيلت أكثر من 26 سنة تجربة رائدة جدا في المنطقة في محاربة الإرهاب رائدة بامتياز بشهادة ليس فقط دول المنطقة ولكن كذلك بشهادة الدول الغربية كذلك تشهد بأن الجزائر رائدة في المنطقة في محاربة الإرهاب غائبة في هذا الاجتماع الجزائر لها أسبابها بالتأكيد ما الذي يجعل في هذا البرنامج اليوم نحاول أن نعرف ما الأسباب التي تجعل الجزائر تغيب عن هذا الاجتماع وهي احتضنت صيغته سنة 2010 قبل 6 سنوات من الآن هذا الاجتماع كان عقد فيها الجزائر وتمخذ عنه قرارات كثيرة في 2016 بعد 6 سنوات الجزائر غائبة نقول على مستوى وزراء الدفاع البعض قال أن الجزائر هذه هي هنا وهناك يقولون أن الجزائر هذه ليست المرة الأولى التي كما يقولون ممكن تسبح ضد طيار العديد من الدول في المنطقة قبل مدة مثلا الجزائر رفضت تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية رفضت المشاركة فيما يسمى به الحلف العربي لمحاربة الحوثيين في اليمن خلفيات هذه المواقف والقرارات وكذلك تداعياتها وهل هناك كما يقول البعض كذلك هل هناك من يريد أن يحشر الجزائر في الزاوية كل هذا وغيره نناقشه اليوم في هذا البرنامج ولكن بعد هذا التقرير للزميل أمين برحلة تطورات سياسية متسارعة وتخالفات جديدة تعيشها منطقة الساحل والدول الإفريقية والجزائر دائما خارج هذه التخالفات هذه اقتتمت الجمعة الماضية أشغال مؤتمر وزراء دفاع بلدان الساحل والصحراء بشارم الشيخ المصرية والذي شاركت فيه 27 دولة عربية وافريقية وعتد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في ظل غياب الجزائر أحد أبرز الفاعلين في منطقة شمال إفريقيا والساحل تجمع دول الساحل والصحراء الذي تأسس سنة ثمانية وتسعين تحولت اهتماماته من الشأن الاقتصادي الذي أنشئ على أساسه إلى الشأن الأمني والعسكري بسبب المتغيرات الحاصلة في المنطقة متغيرة لم تكن في نظر الجزائر كافية لتحول موقفها من أجل الدخول والتأثير في هذا التجمع الإقليمي الأكبر بعد هيئة الاتحاد الإفريقي خاصة وأن للجزائر الدورة ريادية في المنطقة في محاربة الإرهاب طوال ما يفوق الخمسة والعشرين السنة أكيد أن للجزائر أسبابها التي تمنعها من أن تكون جزءا من هذا التجمع إلى درجة ما وصف بالتموقع الانفراضي مقارنة بأغلب دول المنطقة هذا الشيء لم يعود جديدا فقبل أسابيع كانت الجزائر من الدول القليلة التي سبحت عكس تيار أغلب الدول العربية التي صنفت حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية ولازالت لحد الآن من أبرز الداعمين القرائل الباقين للنظام السوري كما يتصاعد حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران هذه الأخيرة التي يخوض ما يسمى التحالف العربي حربا ضد وكيلها الحوطي في اليمن كثيرة هي التجمعات والتحالفات وقليلة جدا أثارها الإيجابية كما أن الكثير من الدول وبعد خراب مالطة عادت لتعترف طوعا أو كرها بمقاربات الجزائر في شؤون دولية عديدة وأهمها الأزمة الليبية التي تتحمل فيها عدد من دول الجوار مسؤولية كبيرة بدعمها أطرفا ليبية ضد أخرى في وقت كانت الجزائر تعمل على جمع الجميع على طاولة حوار واحدة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد لمناقشة هذا الموضوع يشرفنا أن يحضر معنا في برنامج ستوديو العالم كلنا من السيد أحمد بنزاب محل الأمني أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك كما يشرفنا أن يكون معنا سيد محمد سليم حمدي صحف باحث في شؤون الأمنية أهلا وسهلا بك سيد أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أبدأ بك سيد أحمد مزاب قبل أسبوع كما شهدنا في التقرير عقد في شرم الشيخ المصرية اجتماع على مستوى وزراء دفاع دول الساحل والصحراء هذا الاجتماع كان مخصص في أولى أولويته مناقشة التحديات الأمنية والتنسيق الأمني محاربة الإرهاب في المنطقة جزائر بخبرتها وريادتها في المنطقة في محاربة الإرهاب غائبة لماذا؟ بداية شكرا على الاستضافة وأعتقد أنه في معرض تقريرك في البداية أو في منقدمتك البداية ذكرت جملة من النقاط التي تستوجب التوقف عندها لكن دعني أقول الجزائر بحجمها وبموقعها الجيوستراتيجي لا يمكن أن تغيب ولا يمكن كذلك أن تغيب على مثل هكذا محافل ولكن دعني أستطرد بعض النقاط الجزائر هي أول دول التي كانت تنادي إلى تجمع دول الساحل من خلال المقاربة التي عرضتها في 2009 لكن للأسف هناك بعض الدول حاولت أن تجه هذه المقاربة رغم أن الجزائر كانت تستشرف التطورات التي سوف تحصل بالمنطقة والتحولات الأمنية التي تشهدها المنطقة في 2010 الجزائر احتضنت لقاء لدول الساحل وتمخض عنه ميلاد غرفة العمليات المشتركة لقيادة الأركان على مستوى دول الساحل والتي مقرها في تمرس والتي تعرف اجتماعات سنوية في إطار تقييم التنصيق في مجال تبادل المعلومات لكن في نفس الوقت كذلك ما يحدث اليوم في إطار مواجهة هذه التحديات نحن نشهد وكأنه سوق للمقاربات حول المسائل الأمنية ولكن للأسف هذه المقاربات لا تخدم بجملتها جملة القضايا الأمنية لما تتحدث لي مثلا على مخرجات اللقاء الذي نتحدث عنه اليوم إنشاء قوة عسكرية مشتركة ونتحدث على التعزيز التعاون العسكري ونتحدث على مركز دائم لمكافحة الإرهاب لدول الساحل لما تتحدث لي على مركز دائم لمكافحة الإرهاب في دول الساحل ألم ينبثق على اللقاء الذي عقد في الجزائر في منتصف شهر ديسمبر 2015 آلية تفعيل آلية الأفريبول الأفريبول ألا تنصف مضمونها على تبادل المعلومات وعلى مكافحة الإرهاب وعلى توحيد جهود الدول الإفريقية كان بمباركة الأنتربول وباتحاد الإفريقي وبموافقة كل الدول الإفريقية أليست هذه مقاربة موازية للمقاربة الأولى لما تتحدث لي كذلك على إنشاء مجلس دائم للسلم والأمن وفضل النزاعات ألا يوجد في الاتحاد الإفريقي جهاز متعلق بهذه المسألة وكأنني أحاول أن أنشئ أجهزة موازية لأنجهزة موجودة من أجل ماذا؟ بالتالي علينا الآن أن نتحرك وفق مقاربة وفق رؤية موحدة الجزائر لا ترفض التنصيق الجزائر بالعكس هي من أبرز الدول التي تتحرك في الساحة وتنسق مع دول الساحل ومع دول المنطقة حتى من حيث الحضور 27 دولة عربية وإفريقية وخمس دول أوروبية اليونان ما دخلها في قضايا الساحل في حد ذلك كدولة حاضرة في المنطقة بالتالي أعتقد أن المسألة ليست مسألة غياب الجزائر الجزائر تكون حاضرة وليست مسألة تغييب الجزائر لأنه لا أحد يستطيع أن يغييب الجزائر لأنها المعنية الأول والتي تستطيع أن تحقق المعادلة الصعبة في توقيت ساحة لكن نرفض أن توظف المنطقة أو دول المنطقة في حروب بالوكالة هذا هو مربط الفانس نعم سيد محمد حمادي الجزائر لا ترفض التنسيق من حيث المبدأ هي أول من دعا إلى هذا وهي أول من دعا إلى مشاركة دول المنطقة وتنسيق جهودها من أجل محاربة الإرهاب ولكنها اليوم غائبة لأسباب ما معينة خلفية هذا الاجتماع وفق ما فهمته من الأستاذ أحمد ميزاب هناك خلفية معينة ممكن لا تخدم الجزائر هناك كما قال ما دخل اليونان نعم في محاربة الإرهاب في منطقة صحراء هناك أجندات ما معينة مثلا يريد هؤلاء المجتمعون أن يخدموا بها أطراف ما معينة أولا بسم الله الرحيم أشكرك على الدعوة الكريمة وأتشرف أيضا بحضوري مع الأستاذ أحمد ميزاب في هذه الجلسة الكريمة وأرحب بمشاهد قناة نوميديا نيوز أينما كانوا لا أريد أن أزيد كثيرا عن ما قال الدكتور في هذا الموضوع والأمور على تعقيدها أصبحت واضحة أيضا في هذا الإطار المشكلة ليست غياب الجزائر ولا أحد يستطيع أن تغيبها بحكم موقعها الجيو استراتيجي بحكم أدبيتها الأمنية التي ترسكلت بحكم مع الخبرة في مكافحة هذه التهديدات اللاتماثلية الإرهابية غير التقليدية التي لا يمكن التحكم فيها ولا حتى التنبؤ بها عندما تضرب الآن أعتقد أن وجهة نظر المسؤولين الجزائرين أو صانع القرار سواء كان السياسي أو العسكري ليس تحفظه كان على المبادرة هي مبادرة جيدة من حيث المبدأ مع أنها مبادرة قديمة جديدة فقط في هذا الإطار حتى نكون واضحين لكن التحفظ أينم ما هو التصور في هذه المبادرة ما هي الآليات التي سيفعلونها لمحاربة هذا الإرهاب إلى ماذا تهدف ما هي الأطراف الفاعلة والحقيقية يجب توضيحها الجزائر فقط نادت بإماطة اللثام وإسقاط هذا الغموض الذي أعتقد أنه ممنهج في محاربة هذه الجماعة الإرهابية إذا تحدثنا عن الإطار والمقاربة الأمنية الغموض بالتحديد أين الغموض يعني في إنشاء مركز لمحاربة الإرهاب مثلا لدول المنطقة في مقره في مصر نعم يعني في ماذا ممكن أن يضر الجزائر هذا في ماذا يمكن أن يتعارض مع التصورات الأمنية العسكرية الجزائرية الغموض دائما إذا أردت أن تجهز أن تجهز قضية عليك أن تخلق لها ما يوزه هذه معروفة حتى في لعب كرة القدم يعني ليس في العلاقات الدولية وإذا تحدثنا بالنظريات في العلاقات الدولية نظرية اللعب وربما يوفقني الدكتور على هذا المبدأ إذا كان لدينا نية حقيقية كعرب وكسكان شمال إفريقيا بكامل بمختلف مكوناتها علينا أن نتفق بتوحيد الجهود في مقاربة أمنية واحدة المؤسسات موجودة يا سيدي المؤسسات استحدثت في إطار الاتحاد الإفريقي كما تحدث المستاذ وفي إطار الجامعة العربية وكل هذه التكتلات والتنظيمات اللارسمية يعني بين قوسين التي توازي الدولة في صناعة القرار أيضا لها مجالسها التي تعنى بالأمن أنه مطلب ملح وهو هدف استراتيجي أو مطلب استراتيجي حيوي بالنسبة لكل الدول إذن ما يفعل الآن في القاهرة هو في حقيقة الأمر وباعتقادي أنا شخصيا أمر غير صائب استراتيجيا على الأقل إذا سلمنا بأن الجزائر قد نادت باستحداث مثل هذه الأطر القانونية ببعدها الأمني الشامل لمحاربة ظاهرة الإرهاب من منطلق سياسي أولا وليس من منطلق التدخل العسكري وتأتي لنا القاهرة أو من يقف وراء القاهرة إن صح التعبير بمشروع موازي أعتقد أنه بالعبثية بمكان أن تكون مثل هذه المشاريع وفي هذا التوقيت بالضبط نحن الآن أمام هجمة شرسة من طرف تنظيمات إرهابية في إطار إقليم مهدد لدينا حزام ناسف يمتد من القرن الإفريقي حتى خليج غينيا يعني حتى الجماعات التي لم تكن لديها مقاربة إسلاموية في القتال وعقيدية في القتال أصبحت تنظم له حتى منظمة الرب وغيرها الموجودة في أغندا وأصبحت تنادي بهذا الطرح نعم تكلمت سيد محمد حمالي عن من يقف وراء القاهرة لكن هناك من يقول سيد أحمد ميزاب أن الإرهاب اليوم صار ظاهرة عالمية يعني لا يحتاج فقط لتنسيق أقليمي يعني صغير تنظيم داعش اليوم هو يتمركز في العراق وسوريا يضرب يتوسع في ليبيا يضرب في أوروبا يعني يقول لك واحد أنه هذا هذا التنسيق هو تنسيق دولي من أجل مكافحة الإرهاب والتضييق على توسع وتنظيم ما يسمى بداعش جميل لكن داني أقول صحيح الإرهاب هو ظاهر عالمي وأصبح يكتسي بالصفة العالمية وبالصفة الأممية لكن الرؤى الدولية لم تأخذ المنهج العالمي أو الصفة الأممية باعتبار أنه كل طرف وكل جهة في العالم تنظر للإرهاب ومفهوم الإرهاب من الزاوية الخاصة بها حتى في إطار تصنيف المنظمات الإرهابية وهنا أعود إلى حديثك حول حزب الله وغيرها من التصنيفات التي تتخذ تتخذ على أساس المصالح على أساس تتعارض مع مصالحي أو تتوافق مع مصالحي قائمة الشر ومحور الشر وقائمة الأصدقاء الإرهاب اليوم ليس له مفهوم واحد على المستوى الدولي ولا توجد هناك رؤية واحدة للإرهاب في العالم ولا توجد هناك استراتيجية واحدة للحرب على الإرهاب في الساحة الدولية الكل ينظر إلى الإرهاب من زاوية ضيقة ويعالج الإرهاب معالجة لحظية أو ظرفية وهذا ما أدى إلى تفاقم الظاهرة وتمدد الظاهرة وتعقد المشهد بالتالي الإرهاب نجح في أن يكون عالمي وأن يوحد صفوفه وأن تكون له عقيدة واحدة أو تفكير واحد أو منطلق واحد ولكن العالم تعددت مناهجه تعددت استراتيجياته تعددت خططه تعددت قراءاته الإرهاب لا يحارب بقوة مشتركة لا يحارب بمركز وإنما الإرهاب يحارب بمقاربة متكاملة بمعالجة الأسباب والمطلقات الجزائر هي أول من نادت في العالم نعم كانت تنادي الدول الكثيرة في العالم من أجل محاربة الإرهاب يعني في النهاية كانت الجزائر كذلك سباقة في هذا التنسيق الأمني الدولي نعم من أجل محاربة الإرهاب يعني هي من حيث المبدأ يعني شوف الجزائر قبل 2001 تحدثت على عالمية الظاهرة وبعد 2001 أقر الكل بصدقية مقاربة الجزائرية الجزائر تحدثت على مصادر تمويل الإرهاب وغض النظر والطرف على هذا حتى بعدما تغول الإرهاب وأصبح منتجا وليس له مصدر تمويل فأصبح الكل يتحدث عن مصدر تمويل الإرهاب الجزائر تحدثت على دفع الفدية وتجريمها فكانت الدول الأوروبية أول من تدفع الفدية وبعد ذلك انقلب السحر والسحف هذه الدول هي مركز للضربات الإرهابية الجزائر تحدثت على ضرورة بناء مقاربة إقليمية لمحاربة الإرهاب لكن الكل قال بأن الجزائر تريد أن تصدر أزمتها الداخلية في حربها عن الإرهاب إلى خارج حدودها فأضحى اليوم الكل يتحدث على ضرورة بناء مقاربة إقليمية الجزائر تحدثت على ضرورة التنصيق في مجال تبادل المعلومات والمجال الاستخبارات في إطار محاربة هذه الظاهرة بمنطقة شمال إفريقيا والسحل والصحراء الكل كان يعتقد بأن ذلك تدخلا وإذ به الكل أصبح يتحدث على ضرورة بناء بنك للمعلومات أعتقد بأن الجزائر لم تغرد خارج السرب والجزائر لم تسر عكس الطيار وإنما الجزائر كان لها رواق واضح ومحدد المعالم لكن الجزائر لا تريد أن تكون ورقة توظف لعبة والأستاذ تحدث على نظرية المباريات ما يحدث اليوم هو إفرازات بناء نظام دولي جديد الجزائر لا تريد أن تكون ضحية أو أن تكون أداة فلتكون طرف فاعل جميل وأن لا تكون وسيلة نعم الجزائر بموقفها هذا الغير متوافق مع ما ذهب إليه هذا الاجتماع الأخير خلينا أقول أليس ممكن هناك من يقول أن الأحرى إن ساحة تعبير جزائر أن تدخل أن تكون جزءا من هذا الاجتماع وتحاول تحويل وجهة وأهداف هذا التجمع لأنه في النهاية في النهاية الجزائر تبدو كأنها منفردة تبدو كأنها منفردة وخارج السرب يعني خارج السرب في دول منطقة هناك من يستشهد بشيء آخر يقول لك مثلا في سنوات السبعينات والثمانينات أغلب الدول في البنطقة العربية اتخذت النهج الرأسمالي لكن الجزائر بقيت محافظة ومتمسكة بالنهج الاشتراكي حتى زوال الاتحاد السوفيتي لكن في النهاية غيرت مسارها يعني هناك من يقول أن هل الجزائر ستبقى متمسكة أم أنها ستكون آخر المتحقين مرة أخرى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمؤسسات التي نرى البعض يلوح بها يعني هذه المؤسسات المستحدثة مؤخرا أو من ينادي بها دعني أبدأ لك بطريقة أخرى أعتقد برأي أن ما يحدث في القاهرة هو امتداد للتحالف الإسلامي للسعودية أو هو النقطة المتقدمة لهذا التحالف خاصة بعد المواقف التي أثبتت الجزائر من خلالها أنها لا تريد أن ترتمي في أحضان أي دولة ولا تريد في نفس الوقت أن تحيد عن مواقفها وثوابتها المعروفة حتى قبل بداية موجة الإرهاب منذ تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة لم يحدث في تاريخ الجزائر إلا في إطار القضية الفلسطينية وهي قضية الأمة ككل أن الجيش خارج خارج الحدود وهذه كل الجيش العربية شاركت لكن أعتقد أن هناك محاولة استحداث محور جديد لإعطائه السبق إن صح التعبير من أجل مكافحة الإرهاب لعدة ترتيبات الترتيبات ربما تكون داخل الدولة التي ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع تحديدا والتعمق فيه الدولة التي استضافت هذا المؤترن وفي نفس الوقت ترتيبات أنها ردت فعل من طرف السعودية برأيه على المواقف الجزائرية الأخيرة خاصة ونحن رأينا مؤخرا بعض التصرفات أو السلوكات الاستفزازية إن صح التعبير بمحاولة الرياض فتح مشاريع في أسراء الغربية التي حتى الأمم المتحدة تقر بأنها منطقة احتلال هناك نوع من البرودة في العلاقة بين السعودية المصرية في المدة الأخيرة في السياسة هناك مصالح وليست علاقات حميمية كما نتوقعها ليست عواطف لا يمكن أن تؤثر على المصالح الأمنية أو الاستراتيجية التوسعية بل المصلحة دائمة عندما تقاربت الجزائر مع إيران اقتصاديا على الأقل عندما أثبت الجزائر موقفها مع هذا النظام السوري سواء كان مخطيا أو مصيبا في آخر مطاف هذه السياسة خارجية لدولة هي لديها رؤيتها ولديها خبراءها ولديها مستشرفيها وفي نفس الوقت عندما رفضت الجزائر التدخل في اليمن والانضمام لحلف الستين وغيرها كلها مواقف السعودية تراها منطقيا أنها لا تصف في مصالحها لكن كردة فيها أعتقد أن هذا المحور هو محاولة لإيجاد نقطة متقدمة لسلب الجزائر الدوريدي لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن ذلك أنت تكلمت على محور سمحني تفضل تكلمت عن محور ما يعني أنه في المقابلة هناك محور آخر يعني ما أعتقد يعني صراع محور ضد أي محور الجزائر أين هي في وسط كل هذه المحاور في أي محور إن هي؟ الجزائر هي محور في الإقليم هي دولة محورية ولديها أدبيات في محاربة الإرهاب معروفة لديها خبرة لديها منظور كما قال الدكتور واضح وصريح في محاربة الإرهاب وليس في تجفيف منابعه وإنما دعوة إلى مقاربة أمنية إقليمية منذ قد لكن المشكلة الآن المشكلة الآن أن في هذا التوقيت بالذات وهذا الداعش الذي خلق لا أدري من أين بطريقة ما يضرب في كل مكان تخرج علينا مصر بهذا المبادرة التي في ظاهرها أعتقد أنها مبادرة جيدة أن تكون وحدة عربية لكن من يقف وراءها الآن إذا رتبنا الأحداث منطقيا وما حدث من سلوكات دبلوماسية على مستوى الدول العربية التي تحدثنا عنها نجد أنها ردت فعل لمواقع الجزائر أكثر منها خطوة لمحاربة الإرهاب وهذا في تقديري بطبيعة الحال نعم سيدة جزائر أعتقد أول حاجة الجزائر إذا طلب منها التنصيق في مجال مكافحة الإرهاب لن تتوانى ولن تتراجع بل سوف تتعاون وسوف تنصق حتى نكون واضحين بأن المخرجات لا تتعارض وتوجهات الجزائر لكن الخلفيات هي التي لا تتوافق وتوجهات الجزائر خلفيات تكلمنا عن دول أخرى ممكن أو خدمة جندات ما معينة لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب كذلك لا ننشأ تنظيمات أو مؤسسات موازية لمؤسسات هي قائمة هو صراع عن الريادة في المنطقة بين مصر والجزائر مثلا إنشاء قوة عسكرية مشتركة لا يوجد في الاتحاد الإفريقي ومن مجلس الأمن والسلم الإفريقي إنشاء قوة عسكرية لدول الساحل هي موجودة وخارضت حتى التدريبات في جنوب إفريقيا مؤخرة كذلك تعزيز التعاون العسكري هذا مطلب الجميع ولا أعتقد الجزائر تتوانى عنه كذلك أعتقد أن الجزائر لا تتعارض الجزائر معنية بشكل كبير جدا في قضايا الساحل لما نتحدث على معبر الموت فهو يعني الجزائر عبر محور موريطانيا مالي نيجر تشارد لما نتحدث على مثلث الموت الإرهاب المخدرات والإجراءة الشرعية فهي كذلك تعني محور موريطانيا مالي نيجر تشارد بالتالي الجزائر معنية بشكل كبير جدا ولا يمكن لأحد تغييب الجزائر ولا يمكن للجزائر أن تغييب على أداء واجبها تجاه المنطقة باعتبار أنها دولة محور محور الأول باختصار فقط ولو أنه سؤال يحتاج إلى جواب أعتقد أنه طويل هناك مبدأ في العلاقات الدولية يقول أنه متغير اليوم هو ثابت ممكن ثابت في الغد ثابت اليوم ممكن سيكون متغير هو الغد لا يوجد هناك ثابت متغير في العلاقات الدولية لكن أنا ترى أنه ثوابت الجزائر صعب أنها تتغير يعني نجد ثوابت الدول الأخرى تتغير يعني بين لحظة وأخرى لكن ثوابت الجزائر صعب أنها تتغير ومتغيراتها صعب أنها تثبت كذلك أنا ما أراه أن الأمن هو ثابت لا يمكن أن يتغير لأن كل شيء نسبي حتى في التحليل كل القاعدة فيها استثناء هناك الكثير من الثوابت التي تتغير وأنت ذكرت قلت أنه كنا اشتراكيين تحولنا لمعسكر أسمالي مع أنها كانت خيارات حتى أن تفكر فيها لا يمكن أن تتحول معسكر لكن أمن الدولة والدولة كإقليم هو ثابت إذا سيتغير أعتقد أن تلك الدولة إلى زوال وبالتالي في السياسة المصالح شيء ربما هامش المناورة يكون موجود لكن المناورة ليس لحساب أمن البلد خطوة خارج البلد تعتبر ضمان لداخل البلد أو قد تكون مطبة للبلد في الداخل إذا تحركت ولم تحسب حسابك خارج البلد خارج حدود إذا أنت دخلت خارج حدود في هذا الإطار عكس ثوابتك على الأقل حاليا ستجد أن رجع الصدى أو الفعل المعاكس سيفوقه في القول شكرا جزيلا لك سيد محمد حمدي مشاهدنا الكرام ابقوا معنا في المحور الثاني سنناقش تدعيات تفجيرات بطار بريكسل التي وقعت الثلاثة الماضية تدعيتها على مسلمي أوروبا من الذي سيعيشه مسلم أوروبا في المستقبل القادم ابقوا معنا بعد فاصل قصير أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثاني من برنامج استوديو العالم الذي كما قلت نناقش فيه تدعيات تفجيرات مطار بريكسل الخاسر الأكبر اليوم في أوروبا بعد كل تفجير إجرامي يحدث هناك أولا المدنيون مدنيو أوروبا الذين يذهبون ضحية لهذه التفجيرات وكذلك مسلم أوروبا تدعيات هذا التفجير نعم المسلمون في أوروبا هم كذلك الخاسر في هذه التفجيرات تدعيات أو أولى تدعيات هذا التفجير أو تفجير بريكسل الأسبوع الماضي خروج أنصار اليمين المتطرف أول أمس في بلجيكا ينادون أو يطالبون بطرد المسلمين من بلجيكا ماذا سنرى في الأيام القادمة أو ماذا سيعيش أو كيف سيعيش المسلمون في الأيام القادمة في أوروبا هل سيرون لا أدري أن تصح هذه العبارة ولا أريد أن أقولها أيام سوداء للمسلمين في أوروبا هل سنرى مزيد من التضييق هل سنرى مزيد من التضييق على الحريات هل سنرى مزيد من الاتهامات والتهجمات على الإسلام والمسلمين اليوم في هذا الوقت الحساس جدا هجمات وراء هجمات في أوروبا والمتهم الأول هو الإسلام والمسلمين أي دور اليوم يقع على المؤسسات الدينية المسلمة بالخصوص هناك في الغرب من أجل تصحيح صورة أو نظرة الغرب للإسلام لأنه بصراحة الغرب خلينا نقول الكثير المؤثيرين صانعي القرار جزء من الرأي العام هناك يرون أن الإسلام متهم يعني متهم في هذه أو يتحمل مسؤولية هذه التفجيرات والإسلام بريء تماما من هذه التفجيرات المؤسسة الدينية اليوم بدل من أنها تبقى تتناحر فيما بينها عوض أن تبقى تتناحر طائفيا من الأفضل اليوم أليس من الأجدى اليوم قبل أي وقت مضى أن تتحد وتواجه هذا الخطر تقرير ونعود لمناقشة الموضوع هذا هجوم جبان هجوم على قيمنا وعلى مجتمعاتنا المنفتحة الإرهاب لن يهزم الديمقراطية ولن يسلب حريتنا قررنا زيادة حالة التأهب في مقر حلف شمال الأطلسي سنبقى متيقظين وسنستمر في مراقبة الوضع عن كثب إيقظة أوروبا ستكون وبالا على مسلميها واستمرار المراقبة تعني تضييقا أكثر عليهم هذا ما قرأه المتابعون لتصريح الأمين العام لحلف الناتو عقب تفجيرات مطار بروكسل الثورة الماضية ومع كل تفجير يحدث في أوروبا قد تتعدد المتغيرات لكن ثابت دائما إثناني على الأقل المتبني تنظيم ما يسمى داعش والمنفذ أياد مسلمة مغاربية غالبا الهجمة التي استدفت العاصمة بروكسل والتي تضم مقر الاتحاد الأوروبي كانت رسالتها واضحة مفادها إما أن كل دول اتحاد أوروبا مستهدفة وكلها تحت نيران داعش أو أن على أوروبا كلها أن تتحرك لمحاربة التنظيم الإرهابي ومن أهم سبل الحرب الأوروبية هو ما سماه وينس ستولتنبرغ اليقظة ومراقبة الوضع والتي ستنعكس في تطبيقها كالعادة على المسلمين بتضييق على حريتهم ومزيد من الاعتقالات والاتهامات للإسلام وهنا تبرز أهمية المؤسسات الدينية الإسلامية في الغرب التي يقع على عاتقها اليوم قبل أي وقت مضى حمل تبرئة ساحة الإسلام والمسلمين من تهم الإرهاب بأساليب جديدة تماشياً مع تعظم وتغير وسائل السرع حصانة أوروبا الأمنية الشديدة وبعدها عن تمركز تنظيم داعش لم يمنع الأخير من استهدافها كما يريد وأينما يريد ووقت ما يشاء وهنا يحق إعادة السؤال الكلاسيكي الذي لم يشفي أي جواب له غليل سائلها لماذا لا يستهدف من يسمي نفسه تنظيم الخلافة الكيان الإسرائيلي الأول عداوة والأقرب مسافة والأهونة من بيت العنكبوت مرحباً بكم مشاهدين الكرام من جديد أبدأ بك سيد محمد سليم حمدي كما شاهدنا في التقرير تدعيات هل سيكون الثمن كبيراً أو هل سيدفع المسلمون ثمناً كبيراً المسلمون أوروبا ثمناً كبيراً بعد هذه التفجيرات ماذا سنرى في المستقبل دعني أبدأ من أين انتهى التقرير وقال لماذا لا يضرب هذا الداعش الإرهابي في دولة الكيان الصهيوني هذا سؤال وجه يعني كل المنطقة ملتهبة وهذا التنظيم الإرهابي الذي هو غير تقليدي وغير مفهوم من حيث المبدأ يتحرك ويضرب في كل مكان لكن الكيان الصهيوني الذي يعتبر في قلب هذه لا توجد عملية واحدة ولا عملية واحدة حتى التهديد بعملية لا توجد حتى التهديد الذي هددت الجزائر من داعش لم نجده في الكيان الصهيوني الذي هو نحن لا نحرض على قتل الناس لكن هذا الكيان المغتصب يجب أن يذبح حتى خطاب هذا التنظيم يعني يتكلم على أن الكيان الإسرائيلي يعني سبب الوباء والبلاء وكل شيء في المنطقة يعني من المفروض هو الأولى أن يهاجم الأولى أن يستهدف من طرف هذا التنظيم قبل أوروبا أنا قصدت أنه لم يهدد مباشرة وكما فعل مع الكثير من الدولين بينها الجزائر التحديد فيما يتعلق بسؤالك حول مستقبل المسلمين علينا أولا أن نحاول أو نجتهد على تحديد ولو ظاهريا هذا التنظيم نرتب الأحداث منطقيا مرة أخرى يظهر هذا التنظيم في العراق يقال وقتها أن هناك مخابرات عراقية كانت تواجه الميليشيات الطائفية الشيعية التي أدخلتها إيران وإيران هي التي أسقطت بالفعل العراق يعني أحد الأذرع القوية التي أسقطت العراق ثم هذا التنظيم لما بدأ يكبر كبعب تم اختراقه استخباراتيا من طرف بعض الأجهزة القوية منها الـ CIA منها الموساد منها المخابرات الإيرانية حتى المخابرات السورية دخلت الخط لأن مستشرفيها كانوا يعرفون أن هذا الوباء سينتقل لكل الدول وهذا ما يقال فيه الكثير من التنظيمات الإرهابية في النهاية دايما تستحدث تستحدث لأغراض معينة وتوظف هذا التنظيم الذي شيطن في العراق وأصبح يبيع النفط في سوريا هذه نقطة يطل برأسه من مصر عفوا من ليبيا بطريقة فجائية أين كيف انتقل من أين حتى خلايا نائمة لا يمكن أن تعطي تلك القوة ولا يمكن أن تحوز على إمكانيات حتى بعض الدول موجودة في إفريقيا وموجودة في أسيا ليست لديها إمكانيات هذا التنظيم الإرهابي العالمي إذن إذا طرحنا السؤال مرة أخرى من هو هذا التنظيم وهو المقصود الآن في تدعيات تفجيرات إن أمكن هناك دراسة دراسة عدتها جامعة في عاصمة الكيان الصهيوني ما تسمى الأبيب قدمت لقادة هذا الكيان مفادها كالتالي أنه يجب القضاء من خلال الفوضى الخلاقة على المشاريع الوطنية أو آخر ما تبقى منها وعندما أقول مشاريع الوطنية هذه الحكومات المركزية التي على الأقل بما هي موجود بضعفنا وبغيرها تحافظ على نوع من التوازن تحافظ على الحد الأدنى من الأمن لشعوبها على الأقل وبالمقابل عندما تنهار هذه الدول كما نرى في سوريا ونرى في اليمن وغيرها تستحدث فواعل عبر وطنية إن صح التعبير هذه الفواعل الولاؤها لا يكون للدولة المركزية وإنما يكون لأجندات وقوى إقليمية كما نراه الآن تحديدا ثم تستعمل الهوية إذا كانت الهويات المتصارعة على أساس سن جيعي على أساس هويات أو عرقيات يتم توظيفها مع الاحتفاظ بفارق أن ما يسمى بالفوضى الخلاقة وتقسيم المقسم وتجزئة المجزة إلى فتات برأي هذا المشروع الثاني أو النسخة الثانية التي تأتي بعد مشروع سايكس بيكو قسيمة الأرض في إطار سايكس بيكو الآن تقسيم الأفكار وصدم الهويات هو المرحلة الثانية لتفجير آخر المحصلة في الأخير المحصلة في الأخير انظر إلى خارطة الشرق الأوسط ماذا بقي بقي هذا الكائن الصهيوني هو الوحيد الذي لديه جيش نظامي قوي والذي لديه رقعة جغرافية ستتمدد إن تواصلت لقدر الله هذه الأحداث نعود إلى أوروبا الآن داعش يضرب في أوروبا ضرب في فرنسا ثم يضرب في أوروبا وبهذه السهولة دعنا نستقرأ الأحداث على الواقع ضرب في فرنسا بعد ثلاث أشهر أو خمس أشهر ضرب في بلجيكا أوروبا ليس أوروبا كما كانت سابقا هي اتحاد أوروبي أجهزة أمنية على درجة عالية من اليقظة وهكذا يجب أن يكون يعني تكنولوجيا راقية في تحسس المواد التفجيرية وكنا نتحدث نعم والدكتور في هذا الموضوع ويعني يأتي داعش ويأتي عناصر ويفجرون بهذه الطريقة ونفس السيناريوهات التي حدثت في فرنسا تكررت في بلجيكا نعم يعني نفس المراحل نفس الى وصلنا باختصار فقط ثورة اليمين المتطرف داخل بلجيكا كما حدثنا ماري لوبان إذن هذا إذن لعشايفا إنما لهذه التنظيمات قيادة صلبة لا توجد داخل أوروبا وإن وجد داخل أوروبا هي تابعة لأجهزة معينة قد تكون استخباراتية لديها أجندات ما بعد تفجيرات بلجيكا والنتيجة المسلمين نعم سيد أحمد ميزاب هل ستعيش الجالية المسلمة في أوروبا أي من ممكن لن تعجبنا هل سنرى مزيد من التضييق وتضييق على الحريات ومزيد من تهم الإسلام هل يمكن أن نذهب إلى نقطة النهاية يعني حتى نعرف ماذا يحضر بالتحديد شوف بداية قبل أن أجيبك على السؤال ضروري أن ننطلق من بعض الزوايا ومن بعض المطلقات ترسل إلى جواب شوف بعد حدث 11 سبتمبر 2001 أطلقت بالونة اختبار وحول من خلالها امتحان كيف سوف نتوجه وكيف سوف نتفعل كان في ذلك الوقت الحديث على ما يسمى كتابات فرانسيس فوكوياما وصامويل هانتينغتون حول صدام الحضارات نهاية التاريخ وغير ذلك وكنا نتفاعل وكأننا في مجلسة محاكمة أو في جلسة محاكمة نحاول أن ندافع عن أنفسنا في الوقت الذي من المفروض نحن من يحاكم وليس نحاكم طيب لما نتحدث على تفجيرات بلجيكا نتحدث على ما حدث في باريس سقطت أرواح بريئة ونحن نتعاطف مع هذه الضحايا لكن في ذات الوقت ليس الإسلام هو المتهم الأول مثل ما يراد أن يسوق لنا لأنه إذ أردنا أن نحمل المسؤولية في العراق لم تعرف معنى الإرهاب قبل 2003 لكن بعد 2003 أصبحت العراق تعرف معنى الإرهاب ألا يجدر بنا أن نتحدث أو أن نحاكم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لأنه في اليوم الواحد يسقط أكثر من مئة شخص ما حدث في سوريا ما حدث في ليبيا أنا أعتقد أن القضية ليست قضية الإسلام أو غير مسلم لأن الإشكال في بناء مفاصل النظام الدولي الجديد يراد أن يكون على أساس الصراع الإيديولوجي وبالتالي يوظف الإسلام كعدو حينما نتحدث على ما يسمى داعش داعش هو وسيلة في تجسيد مشروع إعادة تقسيم المنطقة يعني سمحني فقط في هذا النقطة أرجوك فقط لحدة واحدة حتى أنهي شيء لأنك ذكرت نقطة مهمة جدا في التقرير حول دولة الكيانة الصهيوني داعش هو وسيلة في إعادة تقسيم المنطقة حتى تصبح دويلات بحجم هذه الدويلة الفطرية الموجودة في جسم المنطقة هذا هو الهدف الحقيقي في إطار إزالة الحدود داعش إذا أردنا أن نقع التسمي الحقيقي لهذا التنظيم هو يعني شمولية عالمية الإرهاب الديني يعني أن نقع الإسلام بالمقلوب وليس بإطار داعش يعني شعار هو شمولية عالمية الإرهاب الديني بالتالي أعتقد بأن ما يحدث الآن هو في إطار تقليب المجتمع الأوروبي ضد الإسلام وضد المسلمين في إطار في الثقافة جزء هذه تفجأت من مخطط كبير المستهدف فيها أولا والأول هي المنطقة منطقتنا قبل الجالية المسلمة هذه في أوروبا الموجودة في أوروبا المستهدف الأول هو المنطقة تفكيك المنطقة خارطة جيوسياسية جديدة باللهي عليك يا سيئان باللهي عليك لما توقف عند 13 نوفمبر 2015 أحدث باريس سبع هجمات في ظرف ثلث ساعات وبتلك القوة يعني يستهدف مكان في ثلث تفجيرات في وجود رئيس فرنس هذا واحد بلجيكا يستهدف المطار ويستهدف كذلك مترو بقرب الاتحاد الأوروبي يعني هل حقيقة أجهزة الأمنية الأوروبية ضعيفة إلى هذا المستوى؟ هل حقيقة أجهزة الاستخبارات الأوروبية ضعيفة إلى هذا المستوى؟ وهل هذا التنظيم قوي لهذا الدرجة؟ هناك رسائل يراد توجيهها وهناك قرارات يراد اتخاذها وهناك أمر وقع يراد إخضاء من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه الآن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه اللحظات في هذه الفترة الجالية المسلمة في أوروبا ستعيش أيام لا تحسد عليها دور أو أي دور الآن الخطوة المباشرة الآن ما الذي يقع على عاتقنا اليوم نحن اليوم على الأقل نحاول أن نقنع جزء من الرأي العام جزء من صنع القرار جزء من الفاعلين في أوروبا من أجل إنقاذ هذه الجالية لا أريد أن أهول الأمر أكثر مما يكون عليه ولكن هناك مثل ما يقول البعض هناك خطر سيهددها كيف يمكن أن نغير نظرة الآخر إلى الإسلام مؤسسات الدينية مثلا المسلمة في أوروبا هل على عاتقها دور ما معين أن تغير مثلا في أسليبها وطريقة عملها بالتزامن مع وسائل الصراع نحن أنا ذكرت في البداية أنه تأخرنا بشكل كبير جدا في الرد على مثل هكذا موجات صحيح أنه في كل عملية من يدفع الضاربة هي الجالية المسلمة ومن يتهم في كل عملية هو الإسلام والمسلمين أعتقد بأن مؤسسات الدينية الموجودة في أوروبا من المفروض أن تلعب دور جهاز المنبه وجهاز الإنذار أن تنبه وأن تنذر وأن تقدم الصورة الحقيقية من المفروض دور النخبة في أوروبا بدل للأسف أن تطبل وتصفق لبعض الأشياء كان من المفروض أن تتوجه لتقديم الصورة الحقيقية لدين ولمسلمين ولمجتمع بأن تعطي المكامن القوة الحقيقية لدين العدل ودين الوسطية ودين السلام لكن للأسف نحن نتحرك بموجب أحداث وهذا ما يعقد الوضع وهذا ما يجعلنا دائما متهمين كنا حتى في وقت سابق لما كان الحديث على حوار الأديان وحوار ما بين الحضارات كنا لما نشارك وكأننا في مونولوج نترك الآخر يتحدث دونما أن يكون فيه تبادل أو مناقشة أو تبادل الأراء بالتالي علينا الآن أولا أن نمتص أولا هذا الغضب وأن نتعاطى مع هذا الموضوع بمنطقية أكبر وبعقلانية أكثر وأن لا نتوجه لتصديق أولا هذا الأمر وإنما أن نسير في إطار بناء برنامج عمل نتحرك بموجبه في فترات قادمة لأن هناك أحداث قادمة قد تكون أعقد مما حدثنا نعم سيد محمد سليم حمدي المؤسسات الدينية في أوروبا أو في وطننا الإسلامي اليوم تعيش في حالة من الصراع فيما بينها في حالة من التصادم فيما بينها ليس الأولوية الآن هي لمواجهة هذا التحديات عوض أن تبقى في صراعات داخلية فيما بينها وكأنه حقيقة مثل ما قلت أستاذ أنه فيه هناك مخطط حتى هذا الصراع الداخلي هذا وكأن الأمور جاءت كلها في مرة واحدة من أجل استهداف المنطقة والإسلام بالتحديد نحن الآن انصح التعبير أمام شيطنة الإسلام والمسلمين في أوروبا لا ننسى قبل أشهر من الهجرات التي حدثت نتاج الظروف التي تحدث في سوريا هجرات من شتى العالم العربي والإسلامي وخاصة المهاجرين السوريين الذين دخلوا إلى أوروبا أفواجا يعني زرافاتا زرافات وهذا في حد ذاته دق نقوس الخطر لبعض المؤسسات الدينية التي ربما لا تظهر قد يقول أحدهم أن هناك علمانية لكن عندما تسمع تصريح راس بوتين الذي يمثل ناتو ويقول القيام العلمانية والديمقراطية فهذا يعني بطريقة قيم منظومة قيمية ضد منظومة قيمية منطقيا هذا هكذا تفسر هذه الهجرات أحدثت حالة من الرعب داخل مؤسسات الدينية المسيحية بشتى مشاربها ربما لا تظهر العيان لكنها دقت نقوس الخطر بطريقة أخرى المجتمع الأوروبي أصبح مهدد في منظوماته القيمية الذي إنحل داخل العلمانية والديمقراطية والقيم أصبح فارغ روحيا يعني الطبيعة تم قتل فراغ وهذا سيؤثر على الخارطة المجتمعية الخارطة الديمقراطية الحلقة الأضعف الآن أسمحني فقط أستاذ الحلقة الأضعف الأكثر ضعفا اليوم هي هي المسلمين والإسلام والتهم الموجهة إليه يعني دور المؤسسات الدينية الإسلامية وعوض تناحرها وتناطحها في أن توحد إمكانيتها وتواجه هذا الخطر لأنه إذا استمر هذا الخطر يعني زوالها يعني حتى لن تبقى هذا تدخلت ربما قصيت الكلام تفضل فقط أوضح فكرة يعني العالم الإسلامي يتسارع فيما بينه لكن دعني أقول شيء المستعمر حينما خرج من الدول خاصة الدول العربية وبعض الدول الإفريقية ترك بذور أو ترك بذرة للعودة هذه البذرة اليوم أصبحت شجرة أثمرت والآن حان وقت قطف هذه الثمار ترك لنا صراع المتعلق بالهوية سواء كان متعلق بالصراع الطائفي أو المتعلق بالصراع القبلي أو المتعلق بالصراع اللغوي أو بالتالي ترك لنا بذور التي يستطيع من خلالها أن يعود كمنقذ ليجدد استعماره من جديد شكرا أستاذ أيضا أريد أن أقول كل ما تحدثت عنه مشروع لكن أيضا علينا أن ننظر من زاوية أخرى هل نجحت سياسات الإدماج التي قامت بها أوروبا؟ هذا سؤال مشروع يطرح أيضا يطرح على الأوروبيين قبل أن يطرح ليس الذين قاموا بالعمليات هم بلجيكيون إذا تحدثنا عن العلمانية والديمقراطية والأخوة وغيرها في إطار نفهم العلماني إذن هؤلاء ولد على أراضي أوروبية هم يحملون نفس أوروبي المشكلة الآن إذا حولنا الأمور من التحليل الأمني أو الجانب السيكولوجي في التحليل الأمني وتداعياته هناك قاعدة في الفيزياء تقول لكل فعل رد فعل يخالفه في الاتجاه ويسوي في القوة أما في السياسة والأمن هناك لكل فعل رد فعل يخالفه في الاتجاه ويفوقه في القوة هؤلاء الشباب مثرغين روحيا لأنه لا يوجد ضابة ديني واضح نعم باختصى من في الغرب يستهدف الإسلام بالتحديد لما نتكلم عن الغرب عموما هكذا يستهدف الإسلام ومخططات وكذا ممكن يكون فيه نوع من الظلم لبعض الأطراف بالتحديد من في رأيك بالتحديد في الغرب يستهدف الإسلام تحدث الأستاذ عن سراء الحضارات استعدي الإسلام محول إلى عدو مع أنه لم يكن عدو تاريخي حتى فتوحته كانت متسامحة الذي يصنع خارطة العالم ويقسم العالم جيوستراتيجيا وفق مصالح ضيقة لعائلات وشركات متعددة جنسيات وصناع القارار حتى الرئيس في البيت الأبيض الأمريكي يصنع وأنا سأقول لك الآن هناك توجس أمريكي الآن حتى نخلط المواضيع من أن تلك القوى أو اللوبيهات الضاغطة داخل البيت الأبيض ومؤسسة سياسية والأمنية والعسكرية الأمريكية أصبحت في صراع مع الأمريكيين أصلا لأنها تبحث عن عالم متعددة الأقطاب وتدخل العالم في صراع وتلك الأقطاب الأخرى في أوروبا الآن نراحظ على أغلبية المسلمين إلا أنهم صاروا أقلية بحكم الشيطنة بحكم هذا الإعلام الذي يتحمل مسؤولية هو الذين عربوا للإدماج وأولئك الذين يدافعون عنهم في البلدان المسلمة التي تحدث عن هذه البذور بذور الشقاق والنفاق الآن الموجودة عندنا ولا أجرم أحد ولا أدخل بالإسم وهذا موجود أمر مشروع وأخطر من ذلك إذا أردنا أن نتحدث عن الإسلام معتدل هؤلاء البلجيكين وفرنسيون تربوا في بيئة لا تقدم لهم هذا الإسلام عن طريقة إما أو توظفهم انظر إلى بريطانيا هناك انسجام مجتمعي لأن بريطانيا لديها تقاليد كبيرة جدا وأنا أثني عليها في إدماج الجالية الأخرى من كل الطوائف سواء مسلمة أو غير مسلمة سيد أحمد المزاب في الغرب من بالتحديد يستهدف الإسلام؟ من يمتلك المال ومن يمتلك الإعلام ومن يمتلك كذلك مصانع صناعة السلاح هو من الذي يمتلك الأهداف فيما يحدث الأمر ومن يمتلك كذلك المصلحة فيما يحدث الآن الإعلام اليوم نتحدث عن الإرهاب يمتلك الإعلام ويمتلك قوة المال وكذلك يمتلك السلاح من ساهم في أن يكون ذلك هو المستفيد القادر أن يكون لهذا الإرهاب وهذه القوة وهذا التأثير سيد أحمد مزاب محلي الأمني شكرا جزيلا لك سيد محمد سليم حمدي صحفي باحث الشؤون الأمنية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم على تشريفكم لنا في هذا البرنامج شكرا لكم كثيرا أنتم كذلك مشاهدين الكرام على متابعتكم لبرنامج ستوديو العالم إلى أعداد أخرى حمزة بدوي يحييكم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة